السلام عليكم اهلا بكم حل مشكلة تحتاج الى تطبيق واتساب الرسمي لاستخدام هذا الحساب والحل المشكلة دي باذن الله مضمون 100% اول خطوة معنا سيب التليفون اللي فيه المشكلة تليفونك اللي فيه المشكلة احنا هنسيبه الان هنروح لتليفون تاني في البيت تليفون اخوك تليفون اي حد صديقك وبتدخل رقم الهاتف الخاص بك تمام تدخل رقم الهاتف الخاص بك وبتسجل حسابك كأنه حساب عادي خالص وكأنك بتستخدم التليفون التاني الكود عليه تمام وبتدخل للحساب بشكل عادي وبتسجل حسابك على التليفون غير التليفون اللي فيه المشكلة طيب ايه الفكرة الفكرة ان احنا بننشط الرقم علشان نحل المشكلة وبعد ما بتسجل بعدين بنروح نحذف الحساب من التليفون اللي احنا عملنا عليه الحساب تمام نضغط على التلات نقاط بنروح للإعدادات بنروح للحساب بنروح لحذف الحساب تمام تمام وبتكتب الرقم تمام بتكتب الرقم الخاص بك وبتضغط على حذف الحساب واول ما نحذف الحساب بنروح على التليفون اللي فيه المشكلة الآن احنا خلصنا بالتليفون التاني عملنا عليه الحساب وحذفنا الحساب الآن نمسك التليفون اللي فيه المشكلة بنحذف كل النسخ المعدلة كل النسخ المعدلة بنحذفها سواء واتساب الزهبي الازرق الاحمر اي واتساب بتحذفه تمام بعد كده بتروح لماتجر بلاي وتتأكد ان تطبيق واتساب على اخر تحديث تمام وبعد كده بتدخل وبتسجل دخول وبإذن الله المشكلة بتتحل معاك يا رب يكون الشرح أفدك